السلام عليكم متابعي قناة معلومات تهمك الكرام رجلان حج بيت الله الحرام وأثناء العودة إلى ديارهم جلس في صالة الانتظار بمطار جدة الدولي فتحدث رجل إلى الآخر وقال الرجل أنا أعمل مقاولاً وقد أنعم الله علي بالحج هذا العام للمرة العاشرة فأومأ الرجل الآخر وكان اسمه سعيد برأسه وقال حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وابتسم الرجل وقال أجمعين وأنت هل حججت قبل ذلك؟ أجاب سعيد بعد تردد والله يا أخي لحجتي هذه قصة طويلة ولا أريد أن أوجع رأسك بها ضحك الرجل وقال بالله عليك أخبرني فكما ترى نحن لا نفعل شيئاً سوى الانتظار ابتسم سعيد وقال نعم الانتظار وهو ما تبدأ به قصتي فقد انتظرت سنين طويلة حتى حججت فبعد ثلاثين عاماً من العمل معالجاً فيزيائياً في مستشفى خاص استطعت أن أجمع كلفة الحج وفي نفس اليوم الذي ذهبت لأخذ حسابي من المستشفى صادفت إحدى الأمهات التي أعالج ابنها المشلول وقد كسى وجهها الهم والغم وقالت لي أستودعك الله يا أخ سعيد آخر زيارة لنا لهذا المستشفى استغربت كلامها وحسبت أنها غير راضية عن علاجي لابنها وتفكر في نقله إلى مكان آخر فقالت لي لا يا أخ سعيد يشهد الله أني كنت لابني أحن من الأب وقد ساعده علاجك كثيراً بعد أن كنا قد فقدنا الأمل به ومشت حزينة استغرب الرجل وقاطع سعيد قائلاً غريبة طيب إذا كانت راضية عن أدائك وابنها يتحسن فلما تركت العلاج؟ أجابه سعيد هذا ما فكرت به وشغل بالي فذهبت إلى الإدارة وسألت فتبين أن والد الصبي فقد وظيفته ولم يعد يتحمل نفقة العلاج حزن الرجل وقال لا حول ولا قوة إلا بالله مسكينة هذه المرأة وكيف تصرفت؟ ذهبت إلى المدير ورجوته أن يستمر بعلاج الصبي على نفقة المستشفى ولكنه رفض رفضاً قاطعاً وقال لي هذه مؤسسة خاصة وليست جمعية خيرية خرجت من عند المدير حزيناً مكسوراً خاطر على المرأة وفجأة وضعت يدي في جيبي الذي فيه نقود الحج فتسمرت في مكاني لحظة ثم رفعت رأسي إلى السماء وخاطبت ربي قائلة اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي وتعلم أنه لا شيء أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيك وقد سعيت لذلك طوال عمري ولكني آثرت هذه المسكينة وابنها على نفسي فلا تحرمني فضلك وذهبت إلى المحاسب ودفعت كل ما معي له عن أجرة علاج الصبي لستة أشهر مقدمة وتوسلت إليه أن يقول للمرأة بأن المستشفى لديها ميزانية خاصة للحالات المشابهة تأثر الرجل ودمعت عيناه وقال بارك الله فيك وفي أمثالك ثم قال إذا كنت قد تبرعت بمالك كله فكيف حججت إذن؟ فأجاب رجعت يومها إلى بيتي حزينا على ضيع فرصة عمري في الحج ولكن الفرح ملأ قلبي لأني فرجت كربة المرأة وابنها فنمت ليلتها ودمعتي على خدي فرأيت في المنام أنني أطوف حول الكعبة والناس يسلمون علي ويقولون لي حجا مبرورا يا حج سعيد فقد حججت في السماء قبل أن تحج على الأرض دعواتك لنا يا حج سعيد فاستيقظت من النوم وأنا أشعر بسعادة غير طبيعية فحمدت الله على كل شيء ورضيت بأمره وما إن نهضت من النوم حتى رن الهاتف وإذا به مدير المستشفى الذي قال لي أنجدني فصاحب المستشفى يريد الذهاب إلى الحج هذا العام وهو لا يذهب دون معالجه الخاص لكن زوجة معالجه في أيام حملها الأخيرة ولا يستطيع تركها فهل لا أسديتني خدمة ورافقته في حجه فسجدت لله شكرا وكما ترى فقد رزقني الله حج بيته دون أن أدفع شيئا والحمد لله وفوق ذلك فقد أصر الرجل على إعطاء مكافأة مجزية لرضاه عن خدمتي له وحكيت له عن قصة المرأة المسكينة فأمر بأن يعالج ابنها في المستشفى على نفقته الخاصة وأن يكون في المستشفى صندوق خاص لعلاج الفقراء وفوق ذلك فقد عين زوجها بوظيفة في إحدى شركاته ورجع إلي مالي الذي دفعته أرأيت فضل ربي أعظم من فضلي نهض الرجل وقبل سعيد على جبينه قائلا والله لم أشعر في حياتي بالخجل مثل ما أشعر الآن فقد كنت أحج المرة تلو الأخرى وأحسب نفسي قد أنجزت شيئا عظيمة وأن مكانتي عند الله ترتفع بعد كل حجة ولكني أدركت الآن أن حجك بألف حجة من أمثالي فقد ذهبت أنا إلى بيت الله أما أنت فقد دعاك الله إلى بيته ومضى وهو يردد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو وأرجو أن لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة